بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ معاً مع مقرر وسائل وتقنيات التعليم والوحدة الحادية عشر والتي تتمثل في مكونات النظام التعليمي أولاً نبدأ بالهداف بنهاية هذا الموضوع يجب أن تكون قادرة على أن 1. تعرف النظام التعليمي 2. تفرق بين المدخلات المختلفة 3. تستعرض مكونات النظام التعليمي 4. تفرق بين تصميم التعليم وتطوير التعليم نبدأ بمكونات النظام التعليمي أولاً نبدأ بالتعريف تعريف النظام التعليمي هو مجموعة من عناصر المكونات المتعلقة بالعملية التعليمية ينظر عليها كوحدة واحدة بينهم علاقات تفاعلية تبادلية لتحقيق هدف محدد ويتكون النظام التعليمي من مجموعة من الأنظمة الفرعية مثل المباني المدرسية المنهج الدراسي الإدارة المدرسية وكل نظام يتكون من مجموعة فرعية من الأنظمة الأصغر ولتوطيح همية النظام يمكن مشاهدة الفيلم التالي هذا الرجل هو الممثل الكوميديو الشاهر من سويسرا الناطقة بالألمانية الذي اخترع شكلاً جديداً من الفن ترتيب أعمال الآخرين الناس في سويسرا يحبون النظام قبل ست سنوات خطرت على أرسو سفيرلي فكرة تفكيك وإعادة جمع أعمال شهيرة من الفن الحديث ميرو وعماليقة آخرون خضعوا لعملية التفكيك وإعادة الترتيب وفي حالات قليلة فقط استحل ترتيب فوضى الفنان باع فرلي أكثر من نصف مليون نسخة من كتابه الذي ترجم إلى الإنجليزية بعنوان ترتيب الفن فجأت جداً بهذا النجاح تلقيت دعوات من جميع أنحاء العالم للتحدث في عدد من المؤتمرات والاجتماعات وقد أثار الكتاب موجة كبيرة من ردود الفعل وبعد ما تعب من إعادة ترتيب الفن انتقل الكوميدي إلى إعادة ترتيب الحياة نفسها ولا يحتاج لفن الكولاج الذي يمارسه سوى مقصاً لتتحول الصور الملتقطة فجأة إلى إنتاجات كبيرة لم يعد لمسها بتقنية الفوتوشوب جميع العناصر في الصور كانت موجودة ولكن تم ببساطة تحويلها إلى مكان آخر أنعم حالياً بقصة من الراحة لأنني قمت بما يكفي من الترتيب أترك للفوضى حرية الوجود ماذا نستنتج من مشاهدة هذا الفيلم؟ نستنتج أشياء كثيرة أهمها الآتي أن النظام يؤدي إلى توفير الوقت والجهد النظام يؤدي إلى رفع مستوى التحصيل الدراسي ثلاثة أن النظام يؤدي إلى الإبداع وهذا ما نهدف إليه في جامعة الملك خالد والآن نتناول المكونات الرئيسة للنظام التعليمي واحد المدخلات ما هي المدخلات؟ تتضمن المدخلات كل العناصر التي تخمل بيئة المحيطة بهدف تحقيق وزاف معينة والمدخلات صورتان هما مدخلات مرنة ضرورية مثل الأجهزة والمعلمين والطلاب والإداريين وغيرهم بها مدخلات قصرية أو إجبارية مثل المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي المحيط العنصر الثاني من مكونات النظام التعليمي وهو العمليات وهو عنصر هام جدا وهو مجموعة من الإجراءات التي تم من كلالها تحويل المدخلات إلى المخرجات كالتفاعل بين الطلاب والمعلمين داخل حجر الدراسية وعرض الأنشطة والأحداث والمسيرات التعليمية مثلها واحد عرض المحتوى الدراسي اثنين الاستحواز على انتباع الطلاب ثلاثة إبلاغ المتعلم بالأهداف التعليمية لموضوع الدرس أربعة عملي ذي التعلم أما العنصر الثالث من مقونات النظام التعليمي وهو المخرجات ما المقصد بالمخرجات؟ هي الناتج النهائي لمعالجة المدخلات وتعد المخرجات مؤشر للنجاح أو فشل النظام التعليمي وكل النظام يحتاج إلى وحدة قياس يحدد من كلالها ماذا تحقيق الهداف وفي النظام التعليمي مثلا نجد أن التغييرات المتوقع حدوثة في سلوك وأداء المتعلم في المجال المعرفي والمجال المهري والمجال الوجاني هي من مخرجات النظام التعليمي أربعة وهو العنصر الرابع من قونات النظام التعليمي وهو التغذية الراجعة أو الفيدباك وهي التي تعطي مؤشرات عن مدى تحقيق الهداف وإبراز نقاط القوة والضحف في كل عنصر عن أصر النظام وبالتالي يمكن إرجاع مخرجات النظام إليه مرة ثانية ولكن على هيئة مدخلات جديدة تؤثر وتتحكم في مخرجاته العنصر خامس من مكونات النظام التعليمي وهو بيئة النظام وهي مجموعة من المتغيرات والعوامل الفيزيقية والمعرفية والسيكولوجية والاجتماعية التي تحيي تتؤثر في العناصر الأربعة السابقة وهي المدخلات والعمليات والمخرجات والتغذية الراجعة ويمكن توضيها المكونات السابقة لنظام التعليمي في الشكل التالي أولا المدخلات ثانيا العمليات ثالثا المخرجات رابعا التغذية الراجعة وكل هذه العوامل تتأثر ببيئة النظام أي أن المدخلات تتأثر ببيئة النظام وكذلك العمليات والمخرجات والتغذية الراجعة تصميم التعليم وتطوير التعليم ما الفرق بين تصميم التعليم وتطوير التعليم؟ أولا من حيث المتطلبات أولا تصميم التعليم تضمن التمكم الأسل التربوية والسيكولوجية والفنية أما تطوير التعليم فيتضمن مواد إنتاج أدوات معامل مهارات وأدوات تقيم من حيث الطبيعة تصميم التعليم عملية تخطيطية فكرية من الدرجة الأولى أما تطوير التعليم فهو عملية إجرائية تنفيذية إنتاجية من حيث الأهمية تصميم التعليم حلقة وصل بين النظريات والتطبيقات أما تطوير التعليم فيرتبط بالإجراءات التنفيذية لعمليات الإنتاج والتقييم من حيث وقت البدء تصميم التعليم بعد عملية التحليل وقبل التطوير أما تطوير التعليم فبعد عملية التصميم وقبل عملية التنفيذ وأخيرا التقييم عزيز الطالب حاول الإجابة عن أسئلة التالية 1. عرف التغذية الراجعة 2. من انواع الرئيسة للمدخلات التعليمية مع ذكر مثال على كل نوع 3. فرق بين تصميم التعليم وتطوير التعليم وشكرا